شكرا للمشاهدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الشاهد من الحديث أنه استحضر النية وأخلص عمله لله سبحانه جل وعلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وعن أبي بكرتة نفيع بن الحارث الثقافي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني عمله لغير الله سبحانه جل وعلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وهنيئا لمن يحافظ على صلاة الجماعة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة يعني هو خرج لله سبحانه جل وعلا استحضر النية لله عز وجل لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة مكانة الصلاة يتحبسه والملائكة يصلون على أحدكم مهدام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذفي ما لم يحدث فيه وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربيه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ولك أن تنظر الآن إلى كرم الله عز وجل في كتابة الحسنات سبحانه جل وعلا وكذلك السيئات إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة ما معنى الهم فمن هم بالأمر يهم أي إذا عزم علي فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعف كثير انظر إلى كرم الله عز وجل الكريم الأكرم سبحانه وتعالى وإن هم بسيئة فلم يعملها يعني هو يعني هم أن يفعل هذه السيئة أو هذا الفعل القويح ولكنه تراجع فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة انظر إلى كرم الله عز وجل وإن هم بها فعملها هل يكتب الله تبارك وتعالى باسل الحسنة عشر سيئات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعف كثيرة لا وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة هذا الحديث يجعلنا يعني نزداد حبا لله تبارك وتعالى فهو الكريم الأكرم سبحانه جل وعلا وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر هذه كسة أصحاب الغار السلاس انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح عملكم يعني كل واحد يفتش في نفسه عن عمل صالح تقرب به إلى الله عز وجل كان هذا العمل خالص لله تبارك وتعالى حتى يفرج الله تبارك وتعالى عنهم يعني ما هم فيه وهم في هذا الغار انظلوا في هذا الغار سينتهي الأكسجين ويموتوا جميعا وهذا الغار من يعني من يعني يملك لهم النجاة من هذا الغار الآن إلا الله سبحانه وتعالى وعلا فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران هذا تقرب إلى الله عز وجل بإخلاصه في بره بوالديه اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبيك قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي الشجر فنأى يقول وكنت لا أغبيك قبلهما أهلا ولا مال فنأى بي طلبوا الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مال فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك بتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه السخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعنا الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم وهذا يتكرر بالله عز وجل بعفتي وبعده عن الحرام اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها عن نفسها فانتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها حتى إذا قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه يقول فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها يعني مجرد الكلمة هو تراجع يعني فالله تبارك وتعالى تقبل منه هذا العمل فدعى الله تبارك وتعالى قائلا اللهم إن كنت فعلت ذلك بتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت السخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له ذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما طار من أجرك من الإبل والبقر والغنام والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك بتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت السخرة فخرجوا يمشون انظر يعني إلى يعني هؤلاء الثلاثة الذين تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال الصالحة الخالصة لله تبارك وتعالى ففرج الله تبارك وتعالى عنهم فخرجوا يمشون بفضل الله وكرم الله سبحانه جل وعلا ودائما عند هذا الحديث لو كنت أنا أو أنت الرابع بأي عمل يعني كنا سنتقرب إلى الله تبارك وتعالى به نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة الخالصة له سبحانه جل وعلا وبذلك أنتهى الباب ومظهر هذا الباب هو على النية بقي الآن أن نجدد النية لله تبارك وتعالى وأن نداوم على ذلك وأن نعلم الناس النية وأن ندعو الناس جميعا إلى استحضار النية في أعمالهم وفي أقوالهم اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين وصلي لهم وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آيالي وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر